نحو 21 سنة من الفشل السياسي في العراق على كافة الأصعدة وما زالت أحزاب العملية السياسية وقادتها يتحدثون عن فرص الإصلاح وفي كل مرة يفشلون بها يتذرعون بوجود مؤامرة تعرقل خططهم التنموية وكأن هذه المؤامرة هي من دفعتهم إلى السرقة ونهب ثروات البلاد وإشاعة الفساد الإداري في كل مؤسسات الدولة فإذا كان الفشل أمنيا سارع قادة العملية السياسية إلى اتهام أطراف أخرى بزعزعة أمن العراق واستقراره دون التطرق إلى دور إيران التخريبي وإذا كان الفشل سياسيا اتهموا أطرافا على هامش الصراع الحزبي وكذلك عندما يكون الفشل اقتصاديا تتهم أطراف أخرى دون أن يعترف قادة الأحزاب بفشلهم بل بعضهم يتهم الشعب العراقي بأنه هو من يعرقل خطط الحكومة عبر تظاهراته واحتجاجاته الفشل الذريع في حكم البلاد هو من دفع هادي العامري لاستدعاء التاريخ عند حديثه عن مؤامرة تستهدف خططهم التنموية لأسباب تاريخية لم يسمح لنا أن نقدم الخدمات لأهلنا في هذه المحافظات سواء في ميسان أو ذيطار أو المثنى أو البصرة والناصرية وجنوبها أو البصرة لم يسمح لنا لأننا من أتباع علي وشيعة علي وعلى نفس السياق وبحديث لا يخلو من استحضار نظرية المؤامرة بلمسة طائفية يقول مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إن المخدرات تستهدف مناطق عراقية محددة وإذا كان انتشار المخدرات في المناطق التي ذكرها الأعرجي مؤامرة عليهم فهذا يعني بأن إيران هي من تدبر هذه المؤامرة حيث أقر قائد شرطة البصرة سابقا رشيد فليح أن ثمانين بالمئة من المخدرات في البصرة تأتي من إيران وكذلك المحافظ السابق من التيار الصدري لمحافظة ميسان علي دواي أكد أن المخدرات التي تدخل المحافظة تأتي من إيران هذه المخدرات تأتي من خلال الحدود العراقية الإيرانية وهذا تحدثنا به وطالبنا قادة العملية السياسية الذين يتذرعون بالمؤامرة لتبرير فشلهم هم أنفسهم من جاء لحكم البلاد عبر أكبر مؤامرة عالمية عرفها العراق في التاريخ الحديث وخلفت غزوا همجيا كان من مخلفاته العملية السياسية الحالية ترجمة نانسي قنقر